أهلا بكم إذن شهدت مدينة تعز مسيرة جماهرية حاشدة للمطالبة بإنهاء الحصار وفتح جميع الطرق المغلقة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وتجمعت حشود متظاهرين في جولة العواضي وسط المدينة منطلقة صوب المقر المؤقت للمحافظة ورافعة شعارات تندد باستمر الحصار وتماهي المبعوث الأممي مع الميليشيا وقال بيان الوقف التي شاركت فيها مكونات سياسية ومدنية وتربويون وأكاديميون وطلاب وحقوقيون قال إن الملف الإنساني حزمة متكاملة غير قابلة للتجدئة مؤكدا تضاعف المعاناة الإنسانية كلما طالت فترة الحصار وأضاف البيان أن استمرار إغلاق الطرق من قبل الميليشيا أدى إلى حرمان المواطنين من المياه وتسبب بكارثة بيئية إثر إنشاء مقلب للنفايات بالقرب من وسط المدينة إضافة إلى معاناة السفر والتنقل وطلب البيان المبعوث الأممي باتخاذ كل الإجراءات لحماية الحقوق الإنسانية لأبناء المحافظة المحاصرة طيب تأثير الحصار طبعا تأثير جائر وظالم تعز كلها تأن، تعز كلها تشكو من هذا الحصار الظالم الماء، الكهرباء، الغذاء، الدواء، كله 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 ما يوصلش لتأثير من تلك هذا الحصار وحتى إن وصل توصل بتكاليف باهضة كبيرة فوق طاقة المواطنين خارقنا إلى هذا المكان من أجل المطالبة برفع الحصار كون محافظة تعز فقط ليست مقيدة بحقوق الناقل فقط حرية التنقل وإنما مقيدة كذلك محاصرة غذائيا حق المواطن في التنقل معدام وحق المواطن في الغذاء في الحصول على العيش الكريم معدام من ذلك نحاة وقدنا هناك من الرفع الحصار وكذلك من أجل حصول المواطن على حقه الرئيسي طبعا خرجنا كاحتقاق من أجل الفك على الحصار عن تعز بسبب المضايقات والطرقات الوعرة التي تأدينا بها فلذلك نحن نطالبكم مطالبة شديدة من بناء تعز رجالها أو نسائها وأطفالها بفك حصار تعز منذ سبع سنوات وهذه السنة الثامنة تعز تردخ تحت الحصار الخانق أثر على حياتها الاجتماعية والاقتصادية أسقط سلبا على حياة المجتمع التعزي بشكل عام اليوم خرجنا في هذه المسيرة نوصر رسالة قوية عشية بدء المفاوضات اليوم على فتح المعابر الرئيسية لمحافظة تعز ونوصر رسالة لمجتمع الدولي بأن تعز اليوم وحصارها التي يستمر سبع سنوات هي على المحك اليوم من المواثق المجتمع الدولي وكذلك رسالة نوضعها إلى الوفدة الشرعية بأن لا يرضخ لأي ضغوطات بالنهاية تعز لا زال تحت الحصار ويقب على المجتمع الدولي الوقوف إلى قانب سكان تعز الذين يبلغوا أكثر من أربعة ملايين نسمة إذن تعز تشكو وتأن جراء هذا الحصار وللمزيد حول هذا الخروج في محافظة تعز ينضم معنا مرتلنا من هناك أيمن قائد نرحب بك أيمن معنا في أخبار المنتصف إذن تعز خرجت عن بكرة أبيها لتنتيج بهذا الحصار الجائر على مدينة تعز كان لافتا حضور النساء وكذلك الأطفال إذن ضعنا في هذا الخروج أيمن نعم أماني إذن أطرأ إذن تعز احتجاجات تعديدة ووقفات المدينة بإستمران حصار لكن مسيرة اليوم الجماهيرية كانت هي الفعالية الاحتجاجيا الأبرز خلال هذه الأيام وخلال كذلك السنوات الأخيرة الماضية حدد كبير من المواطنين احتجدوا وسط شارع جمال أو في المدينة تعز تجمع الألاف من المواطنين بمختلف الفئات والمقونات السياسية والمدنية هو الصلاة بعد دعوات من السلطة المحلية لأبناء المدينة للخروج ومن مكاتبها التنفيذية ومن الجامعات كذلك لإدراج وإشهار موقف واضح إذا التعاون الأممي المنحاق في أنجليشيا الحصية الإرهابية تجاه قضية حصار تحز وغلقها الإنساني والمعاناة الإنسانية والأزمة كذلك التي خلقها الحصار حالما إلى السنوات الماضية عدد كبير من الشعار التي رفعها في الوقت رجالاً وذكاءاً وأبطالاً كلها تحمل رسالة المدينة وتستنكر هذا التعامل من المعوثة الأممية وتستنكر كذلك التقاعص والانتفاف من السلطة الميليشيا الحصية الإرهابية على اتصافية الهجنة الأممية الإنسانية التي تقضي بفتح مناسب فعز مقابل فتح نصار السمعاء ومدينة الحصية إلا أن مناسب فعز وطرقها الرئيسية ومناثيها الرئيسية متزال مغلقة حتى هذه اللحظات مع عدد كبير من الشعار الحصية الإرهابية بتنبيد هذه الهجنة لأنها وجدت ضالتها وتحققت لها مقالبها فيما تلسط حول ملف أو حول بند فتح مناسب وطرق مدينة الحصية مغلقة من كل الجهات من قدر الميليشيا الحصية الإرهابية والتي اتخذ المواطنون بديلا من قدرق أصرارية أيضا أي من صدر هناك بيان وهناك اتهم مباشر الأمم المتحدة للتماهي مع هذه الميليشيا ضعنا أيضا في هذا البيان هل يتهمون مباشرة الأمم المتحدة لعدم اتخاذ أي إجراء ضد هذه الميليشيا؟ حقيقة مع هذا البيان الصادر من الوقفة الاحتجاجية هذا اليوم حمل الأمم المتحدة ومبعوثة الأممي نتائج استمرار الحصار ونتائج خروقات ميليشيا الحصية الإرهابية لهذه الهدنة والتحقات المدنيين واستمرارها في إغلاق هذه الطرق والمنافذ محافظة المحافظة هنا أشير أماني إلى أن محافظة المحافظة نبيل شمسان ولأول مرة منذ تاريخ تعيين يخرج إلى الشارع ويتحدث بكلمة جماهرية أمام المواطنين هذه الكلمة قالت فيها المحافظ بصريحة العبارة أن مبعوثة الأمم المتحدة والأمم المتحدة هي أمام اختبار حقيقي لتثبت ما إذا كانت حريصة على عملية السلام في اليمن وقال بأن المدينة وأبناءها يحملون المبعوث الأممي نتائج هذه الخروقات ونتائج هذا الانتفاف وبأنه يجب على الأمم المتحدة عدم الانتفاف وعدم الانحياذ إلى ميليشيا الحصية الإرهابية وحمله مسؤولية تجاهل أو تغافر الوضع الإنساني في تعز وذلك يمتدر أكثر من ثلاثة نوازه وما يضع أكثر من أربع مدينة مثلا في وضع إنساني مأساوي وهو موقف ليس فقط موقف السلطة المحلية وهذا البياني مصدر كل أبناء مدينة سعز بكل فئاتها ومكومتها السياسية والمدنية التي ألحقت فيها جميعا هذه الآثار الاستفادية والإنسانية والمعيشية إجراء استمرار الاستفاد العام الثاني على السواد إشارة مهمة أيمن لتواجد محافظة تعز نبيل شمسان وتأييد لهذا الخروج وكما تحدث أيضا قال تعز لا تريد سوى الحصول على حقوقها كاملة غير منقوصة إذن أيمن خلال تواجدك الآن هل سوف تستمر هذه المظاهرات الآن لتكون قوة الضغط على المتفاوضين في عمان وتجمر الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات فيما يتعلق بفتح الطرقات وسرعة أيضا فتح الطرقات لتخفيف من هذه المعاناة الإنسانية التي هي مستمرة منذ السنوات أماني من خلال تواجدنا وتغطيتنا بهذه المسيرة الجماهرية وصدم آراء المواطنين والمتظاهرين الذين قالوا بأن هذه المسيرة وهذه الفعاليات الاستفادية هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن احتجاجهم وصفاتهم ضد استمرار المحطار خاطبا خلال فتح الهدنة ويطالبون المجلس الرئاسي بعدم قبل تنديد الهدنة نتيجة أن الميليشيا السلام والتجارب معها كثيرة ويشددون على أن بعد انتهاء هذه الهدنة يطالبون المجلس الرئاسي بتعم قوات الشيش الوطني لكسر الحطار بدلا من مطالبة الأمم المتحدة بإنهاء كون المجلس لا تؤمن إلا بالحرب وكون الكوة العكتلية هي السفية الوحيدة هي إنهاء هذا الإرهاب الحوثي أشير هنا أماني إلى أن هذه الفعاليات الاحتجاجية مستمرة ولن تتوقف البرنامج الاحتجاجي لحسب السلطات مستمر حلال الأيام القادمة يوم غد تتكون هناك وقفة نتائية عصرا في قرب المنطف الشرقي المدينة وكذلك مكتب الألقاف أعلن بأن وشعائر صلوات الجمعة ستتقام خلال الأسابيع القادمة في المنافذ الجمعة القادمة ستكون تحديدا في المنطف العربي في حي المطار القديم ويتم الإعلان على أماكن الصلاة في الأسابيع التي تبهي الجمعة القادمة ما يعني أن هذا البرنامج الاحتجاجي وعلى الأسابيع الاحتجاجية مستمرة خلال الأيام القادمة جميلة أشكرك على كل هذه المعلومات مرسلنا من تعز أيمن قائد شكرا جزيلا لإنضمامك معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة